سح الكفاح وقع السلاح ودماء تساح وتحشيد حوثي مسكوت عنه وحدهم لا تراجع عن الكفاح اذا فلا شيء اقصى من الموت غير العبودية ولذا تحتشد الحاضنة الشعبية الى ساحة الحرية بالتعز بالتزامن مع ملاج فجر المقاومة الشعبية لتعلن النفير العام في معركة يقولون انها تجاوزت الجغرافية معانقة الجمهورية معارك مارب لا شك اليوم عادة الانتعاش للحياة الجهادية والمقاومة في حاضنة تعز كسائر الحاضنات الشعبية عموما اليوم الحاضنة الشعبية تقدد التفافها والصفافها وراء الجيش الوطني ما بين دعاء النصر ودعوة النفير وقفة في ساحة الحرية تهتف للاحتشاد للمعركة في ساحة الكرامة مارب هذه نحن نباعنا مستعد للقتال إلى جانبا مقنبا إلى جانب حتى أخذ لحظة من حياتنا مارب هي تعز وتعز هي مارب سحابة عابرة ستذيب سوادها أمطار الحرية المتدفقة من سماء الجمهورية لتترسخ في أذهان الأجيال معركة جنودها قادة وقادتها شهداء لم يعود الهتاف مجديا لإنهاء الانقلابات فالدول لا تستعد إلا بالسلاح هكذا تشكلت المقاومة الشعبية في مثل هذا الشهر قبل ستة أعوام وهكذا زارت الحاضنة الشعبية من جديد بالنفير العام بعد أن بان المبعوث الأممي كمشرف حوثي في مجلس الأمن ليغلق بذلك دعاة السلام كافة أبواب السلام ولتبدأ الحرب معركة فاصلة احتشد إلى الجبهة الوطنية منها الطبيب والمهندس والمعلم أحفاد بلقيس والسبأ والرسوليون والأنصار وفي المقابل جندت ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم إيراني النساء والأطفال واستخدمت أبناء القبائل وقود حرب خاسرة عادت بالصور إلى أسرهم تاركة جثثهم للكلاب المسعورة العدو يحاول أن يستعيد ماء وقهه الذي سقط في مارب وهو لا يدري أن أبناء تعز سيريقوا ما تبقى من ماء وقهه لتكن له الضربة القاضية ويكون له النهاية ولتكن له معركة النفس الأخير والليس الطويل لا يهبون الموت شيوخ وقادة يستفحلون للتضحية فتشع ذقونهم بالنور وتلمع رتبهم بالشهادة هكذا ترتقي غاية المحارب وتسم أحلام الرجال حين تتقزم الحياة إلى وقفة عز في وجه الطقاط عدرز تبحاني من شباب تعز